ثلاثة أيام في هيروشيما اليابانية استكملها قادة الدول المجتمعة برسائل تعبر عن استمرار الدعم المقدم لأوكرانيا ديبلوماسياً كما عسكرياً بيان قمة مجموعة السبع أثار سياء موسكو وبيكين فوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن قرارات قمة مجموعة السبع تهدف إلى ما وصفوا احتواء روسيا والصين الرئيس الأمريكي جو بايدن مقابل ذلك أعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وتعهد خلال لقائه نظيره الأوكراني فلودومير زيلنسكي على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما بعدم التخلي عن دعم الأوكرانيين قائلاً إن الدفعة الجديدة تتضمن ذخائر وقطع مدفعية وعربات مصفحة ترجمة نانسي قنقر